هذه الأماكن المخصصة لتعليق قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية باتت جاهزة بمجرد انطلاق الحملة الانتخابية لاستقبال برامج المراهنين على أخذ مقاعد في البرلمان القادم هي كما الفضاءات العامة هيئة الانتخابات وضعت آخر اللمسات وفق الرزنامة المحددة سلفا الأمر قد يبدو عاديا إلى هنا لكن خصوصية هذا الاستحقاق التشريعي وطابعه الاستثنائي جعل الساعين إلى إفشاله لا يترددون في انتهاج كل السبل ومنها تحرك الشارع وتوجه إلى دوائر خارجية المعارضة التي بقيت تقريباً طوال السنة الكاملة وهي تجدد وتعمل وتقوم بكل ما من شأنه أن يسقط هذا المشروع الذي تجه إليه رئيس قيس عيد تبين فشلها وتبين أنها عاجزة من أن تحرك الشارع في تونس وأعتقد أن اهتمام التونسيين بالفعل هي سياسية ولكن كذلك اقتصادية ومعيشية الصراع يحتدم إذن بين مؤيد ورافض ومقاطع وآخرين مطالبين بالتأجيل الكل يبسط حججه وأسبابه لكن الشارع المنشغل بواقعه الاقتصادي الصعب والاجتماعي المتردي له رأي آخر وتشير آخر البيانات إلى أن نسبة المشاركة قد تبلغ الأربعين بالمئة من مجموع الناخبين في مناخ سياسي وانتخابي فارق منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في البلاد مع استكمال هيئة الانتخابات آخر الاستعدادات اللوجستية والبشرية لإجراء الاستحقاق التشريعية يتواصل الجدل حول شروط إجراء الانتخابات من حيث النزاهة والشفافية بين مؤيد ورافض لتركيز الجمهورية الجديدة وليد عبدالله الحدث تونس